لكي ينعم علينا الله جميعا بالخيرات شاركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وسجلوا الإعجاب فضلا وليس أمره الحمد لله والصلاة على رسول الله موضوعنا اليوم حول الخيل يعد الخيل من الحيوانات الأليفة وكلمة الخيل جاءت من الخيلاء بمعنى الافتخار والاعتزاز بالنفس ومن أشهر الخيول الخيول العربية وما يميزها الرشاقة والسرعة والدكاء والشجاعة والخيل ساعدت الإنسان منذ قديم الأزل إذ استخدمه للركوب والسفر والحروب والخيل من بين أجمل الحيوانات التي خلقها الله تعالى وعرف بكل الصفات من الشجاعة والإقدام لذلك عشق الإنسان الخيل وأكثر من وصفه واعتبره مثالا للعزة والكرامة والفخر والقوة إضافة إلى الجمال لذا حضيت الخيل عند العرب قديما بالمكانة الكبيرة خاصة عند الفرسان والشعراء ولقد اهتم العرب والمسلمون تحديدا بالخيل وتربيتها وكان رسولنا الكريم قد حتنا على تعلم ركوب الخيل وقال عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل كما قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وعندما نتحدث عن الخيل فإننا نتحدث عن القوة والحق والحب ومن أشهر الأبيات التي قيلت في الخيل عند العرب أبيات امرأ القيس يصف الفرس إذ يقول مكر مفر مقبل مدبر معا كجمود صخر حطه السيل من علي وقال عنطرة بن شداد هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنمي دعوني أحدتكم عن علاقة النبي سليمان بن داود عليهم السلام بالخيل كان سيدنا سليمان شغوفا بحب الخيول وكان يعتمد عليها كثيرا أثناء جهاده في سبيل الله لذا لم يكن يقصر في العناية بها جميعا أكثر من كل الحيوانات ونحن نعرف أن حب الخيل من الفتن التي قد تلهي صاحبها بدرجة كبيرة إلى حد عدم الشعور بالوقت ومعروف أيضا أن محبي الخيول لا يمكنهم التخلي عن ذلك الحب وذلك الاهتمام كان النبي سليمان يمتلك من الخيول العدد الكبير وكلها خيول دات أصالة وسرعة عالية غير مسبوقة مع قوة شديدة وتدريب عال على فنون الحرب والقتال لذلك ليس من الغريب أن يعتمد سليمان على تلك الخيول في حروبه وأيام جهاده بالإضافة إلى أن الخيول التي كان يقتنيها كانت خيولا فاتنة للغاية تسحر الناظر إليها ومن شدة حب سليمان للخيل تعود على تنظيم تلك الخيول والإشراف عليها بنفسه في يوم من الأيام ظل سيدنا سليمان ينظم صفوف الخيول الخاصة به ويهتم بها واستمر على ذلك إلى أنغابة الشمس مما جعله يفوت الصلاة والتسبيح دون أن يشعر أو ينتبه حينما عاد إلى رشده وعرف بدهاب وقت الصلاة دون أن ينتبه غضب من نفسه غضبا شديدا لأنه فوت الصلاة بانشغاله بالخيول حزن سليمان حزنا شديدا فهذه هي المرة الأولى التي ينشغل فيها عن العبادة ولشدة غضبه أخذ يذبح الخيول الواحدة والآخر بواسطة سيفه ثم قام بالتصدق بلحومها على الفقراء والمساكين وأخذ يقول والله لن تشغلني الخيول يوما عن عبادة الله جل علاه ومنذ ذلك الحادث ابتعد سليمان عليه السلام عن الخيول واقتنائها خوفا وخشية من غضب الله عليه لأنه رأى أن شغفه بالخيول قد يشغله عن العبادة الحقة لله وأراد الله تعالى أن يكافئ سليمان على قوة خشوعه لربه فسخر له الريحة وجعلها تسير بأمره وتجري بها حيث شاء تعبيرا من الله على رضاه عليه إذ أتنا عليه الله تعالى وقال عنه نعم العبد وبيّن فضل الأوبة والرجوع إليه بالقلب والعمل قال تعالى في صورة صاد بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرد عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق صدق الله العظيم وأخيرا أعزائي فالخيل تتمتع بدرجة عالية من الجمال جمال قد يفوق جمال غيرها من الحيوانات في الشكل واللون والحركة لا يختلف حول ذلك اتنين دعونا ننظر إلى الأمر من زاوية أخرى زاوية أن جمال الخيول رغم أنها فتنة إلى أنها دليل من الدلائل الكثيرة على جمال وعظمة الخالق سبحانه وتعالى فالله جميل يحب الجمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر